السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معاكم مازن المصري تحيات الكل المتابعين وبرحب وبتشرف بكل المشتركين للجدد لو حابب تنضم القناة مساء الاخبار ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة من اسفل هذا الفيديو هتلاقي زرار مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب باللون الاحمر وفعل جرس تنبيهات لو حابب يوصلك مننا اشعار بكل جديد فيما كذا موضوع مهم جدا موضوع منذ دقائق وصاروخ باليستي جديد وهنشوف تفاصيل مرعبة والناس يعني انقطاع البس المباشر على اهل هذه الدولة والانزار الجديد يسير الرعب في الدولة هنشوف الموضوع ده مهم جدا جدا هنبدأ الاول من عند بوتين بيكشر عن انيابه باله البحر ويهدد بناس في بريطانيا وامريكا هنشوف التفاصيل دي وبيقول بوسايدون ده اله الحرب عند الرومان سلاح جديد في قبضة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي اصبح مصدر تهديد كبير لامريكا وبيطانيا وورق ضغط كبيرا للدوب الروسي بيهدد من خلالها بعدم الاقتراب او التدخل في شؤونه الخاصة او اتخاذ اي اجراء يزعج تيكتيكاتو العسكرية في اوكرانيا وزي ما انتم شايفين كده ان هو في صدمة السلاح الجديد الذي اطلق عليه من الايامة وافقادت دول كبرى النطق نظرا لما يمثله السلاح اسمه بوسايدون وده اله يعني البحر عند الاغريك وافقادت الدول النطق ده نظرا لان السلاح قوي جدا فهو قوي جدا لا نظيرة له وجرس انذار ان بوتين بدأ ان يكشر عن انيابه للمتدخلين في شؤونه ونشرت استغبارات حلف الناتو ان رئيس الروسي يتحدى الغرب بتوربيد النووي الحراري بوسايدون الشبحي المسير الذي يحمل رأس قتالية تقدر قواتها بميت ميجا طن يعني رقم غريب جدا والتوربيد ده محصن ولا يوجد توربيدات لدى الكوات البحرية الامريكية والبروتانية قادرة على اصاباته يعني ده حاجة كده غير مضادة يعني محدش عارف معاه حاجة تحمل غوستايا اسمها بلغورد وخارسوف دي روسياتين دولا من برضو معدات نووية والراجل من الاخر يعني اللي هم عايزين يوصلوا العالم ان هو بيستعرض القوة بتاعته من خلال هذه القوة الغريبة والمسيرة لان الراجل يهدد بطريقة غير مباشرة للعالم بالذات بريطانيا امريكا ان انتوا ما عندكوش ما يحصنكم ضد هذه التوربيدات وضد هذه قاتل صواريخ يعني الغريبة الغريبة واستغفى الله العظيم سامينه اله البحر يعني والعياذ بالله طيب هنشوف الموضوع اللي بعد كده لسه منذ دقائق زي ما انت شايفين كده ده منذ تلت دقائق يعني موضوع مش من كتير خفر السواحل الياباني بيقول كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا بكلم حضراتكم الساعات الاولى من صباح اليوم بتاريخ ستة اكتوبر عشان ما عادش يحصل من موضوع قديم ده صاروخ باليستي جديد غير اللي تم اطلاقه مبارح اعلن خفر السواحل الياباني قبل قليل اطلاق صاروخ دولة كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا في خبر عاجل بسيتو كانت سكاي نيوز عربية عبر شريط الاخبار الخاص بها كوريا الشمالية بتطلق صاروخا باليستيا فوق اليابان واطلاقت كوريا الشمالية قبل يومين صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق شمال دولة اليابان وسقط في المحيط الهندي ولم تحذر حينها كوريا الشمالية الحكومة اليابانية لتأخذ احتياطاتها حول هذا الامر خاصة انه مر فوق جزيرة اسمها هوكايدو وجرى تعليق حركة بعض الكتارات في اليابان منورات عسكرية بتغضي بكوريا الشمالية وكان الصاروخ هو اول صاروخ كوريا الشمالية يجري اطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017 وفي نفس الوقت خاضت اليابان والولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية منورات عسكرية سلسية وصفاتها كوريا الشمالية بانها استفزازية واطلاق ثلاثة صواريخ في عشرية اتنين وعشرين شفك جزيرة الكورية وشهد الربع الاول من عشرية اتنين وعشرين اطلاق ثلاثة صواريخ من كوريا الشمالية فيما عملت الجنوبية على تصنيع صواريخ محلية متطورة واعتبرت انها تطور كبير حدثة في وقت قصير طبعا زي ما شايفين احنا منجيب بالمصادر عشان ما حدش اقول ان المواضيع دي قديمة وانتوا بتقولوا اي كلام اه دي المواضيع يعني نقلا عن جريدة اسمها الوطن وهي جايبة الموضوع على كلامها قدام حضراتكم اهو في الحتة دي مكتوب سكاي نيوز عربي يعني الموضوع كله لسه منذ دقائق علشان احنا بنحاول نتحرم من الدقة وبنجيب لحضراتكم الموضوع بكل شفافية وعليكم التعليق هذه الموضوع مش هنقراه ولكن بأكد لحضراتكم من موقع تاني اسمه صادر البلد بيقول التاني في دقائق كوريا الشمالية تتحدى امريكا بصاروخا باليستيا جديدا هذه هي والتفاصيل وده جايب ارتفاعه كم كيلومتر ومسافة 800 كيلومتر وانطلاقه والمدى بتاعه وزلك يأتي بعد اعلانت الكوات الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية امس الاربعاء اطلاق اربعة صواريخ ارض ارض باتجاه بحر الشر طبعا زي ما انا قلت في الفيديو القديم اول امبارح قلت لحضراتكم ان الناس بقت تستفز بعضها وبالعبوا بالصواريخ كانها ده بيكل واحد بيستعرض وده بيوري ده عنده ايه وربنا يسطر ربنا يسطر بجد لان الحاجات اللي زي دي انا ازا قلتها قبل كده في الفيديو بتاعه اول امبارح خوفي كله ان بعد المناورات دي كلها ان يحصل والعيازه بالله واحد فيهم يقع على بلد ما يقعش في بحر وتتأذى الناس او الاشخاص الطبعين زي وزيك وبعدين في الاخر تقوم الحرب والعيازه بالله هنشوف بقى حاجة من الحاجات الغريبة جدا جدا نجل رئيس اوغندا بيسير الجدل هدد باحتلال نيروبي وعرض ميت بقرة مهرا لرئيسة وزراء ايطاليا العالم كله في حتة والراجل ده في حتة تانية خالص يعني الراجل ده ممكن يكون بياخد حاجة يعني مش عارف قال الجيش الاوغندي ان الرئيس اسمه يوري عزل ابنه مهوزي من منصب قائد الكوات البرية الاوغندية بعد ان دأب على التهديد على تويتر بغزو كينيا المجورة وحسب صحيفة اسمها لوموند قال الذي ينظر اليه على النطاق واسع لانه القائد الفعلي للجيش وخليفة والده ان التصريحات جاءت على سبيل الدعابة وفيه مقال تاني انا شفته بالحضراتكم بيقول ان الراجل بيعلن الحرب لو اه ما اتجوز رئيسة وزراء ايطاليا اه وعرض عليها مهر ميت بقرة وفي الاخر بيقول انا بهزر يعني اه يتهم المحللون وزعمها المعارضة في اوغندا اه البالغ من العمر ثمانية سبين اه اعداد نجلو لخلافته في السلطة ولكن مسيفني اه ده اه الذي يتولى السلطة في البلاد من ستة وتلاتين عام ده على نفي زالي طبعا حاجات غريبة بنسمعها في اليومين دول والله يعني العالم مش ناقص الهزار بتاعكو ده يعني مش اميت بقرة ايه وحرب ايه اللي انت بتعلنها علشان لو ما تجوزتش رئيسة وزراء ايطاليا انا مش فاهم بصراحة في موضوع برضو مهم كده شفته وانا بجيب لحضراتكم هذه الجولة عن تفكيك خالية ارهابية في شمال تونس وياريت اهل تونس يطمنون عليهم واعلنت السلطات التونسية تفكيك خالية ارهابية شمال البلاد يرفض اعضاءها الدولية الدولة المدنية ويدعون لاقامة ما تسمى بدولة الخلافة وافادت اذاعة اسمها شمس بان فرق الابحث والتفتيش في المنطقة الحرس الوطني آآ في آآ بنزرت تمكنت بالتنسيق مع فريق تابع لادارة الفرعية الاستعلام بادارة الاستعلامات والابحث في تفكيك خالية ارهابية تكوى من سبع اشخاص طبعا مفادة الموضوع يعني زيان بقول لحضراتكم ربنا يطمننا على اهل تونس وعلى كل الدول العربية بنحاول نجيب لحضراتكم كل الجولات من كل البلاد بشكركم جدا كان معكم اخوكم مازل مصري ما تنسوش دعمنا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل جرس تنبيهات علشان يوصلكم مننا اشعار بكل جديد بشكر كل المتابعين اللي شافوني لحد هذه اللحظة لو شفتنا لحد اللحظة دي عشان عرف ان انت بتابعني الاول للاخر اكتب لي الله واكبر آآ او الله محبة الله واكبر او الله محبة يا ريت يا جماعة تكتبوا لي كده عشان عرف انت شفت في الفيديو من اول للاخر وانتو الليكم عز خاص عندي وكل الناس اللي بتشوفني والمتابعين بتوعنا من زمان واحبايبنا داخلين على اربع سنين اهو مع بعض آآ بشكركم جدا وبتشرف بكل واحد واحدة موجودين معانا شكرا لكم اسبكم على خير واشوفكم آآ بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة